سوف تجه الآن إلى ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من أمام محسج عوفر إذن ولاء هل كانت تحدثيني أو توصفي للأوضاع أمام محسج عوفر الذي تتواجدين أمامه الآن نعم أهلا بكم البداية تكون من تحركات لجيش الاحتلال والأليات العسكرية يوم أمس كان هناك فقط تحركات كانت عند الساعة الرابعة الآن عند الساعة الحادية عشر وحتى عند العاشرة ونصف بدأت التحركات للأليات والجبات العسكرية وربما رصدت كاميرا شاشة القاهرة الإخبارية جموع هؤلاء الجنود الذين تمركزوا في داخل سجن عوفر كان هناك قد تلقوا شروحات من قائد الكتيبة ولربما هذه التعليمات التي أصدرها قائد الكتيبة وهي كيفية تفريق المواطنين وجموع المواطنين الذين سيكونوا بعد ساعات من الآن لأن يشاهدوا الموكب أو حتى الحافلة التي تنقل الأسيرات والأسرى الأشبال من سجن عوفر باتجاه بلدية بيتونيا نتحدث عن 43 أسيرا سيتم تحريرهم مقابل 14 إسرائيلي كانوا بقبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مصلحة سجون الاحتلال تحدثت أن عند الساعة الواحدة ونصف سيتم تجهيز الأسرة والأسيرات لسجن عوفر وبعد ذلك ينطلقون إلى الجانب الفلسطيني ولكن ما تقوم به قوات الاحتلال هي المماطلة الكبيرة جدا ولربما في هذه الصفقة لم يحدد موعد لاستلام وحتى الإفراج عن الفلسطينيين نتحدث أيضا هذه ليست الصفقة الوحيدة التي أتمها الفلسطينيون أو حتى المقاومة الفلسطينية بشكل عام نتحدث عن هناك عدد من الصفقات التي تم إتمامها يعني منذ 1968 69 71 79 79 1980 1983 85 87 2004 2009 وآخرها كانت صفقة شليط التي هي بـ 11 من أكتوبر عام 2011 يعني كانت هناك إنجاز لهذه الصفقة ولربما الصفقة الأكبر كانت في النضال الفلسطيني عام 83 كان هناك تبادل لعدد كبير من الأسرة داخل سجون الاحتلال وأيضا هناك أيضا من هم عرب يعني أي من اللبنانيين الذين تم إطلاق صراحهم يعني هذه الصفقات التي تتم بين الحين والآخر والتبادل ما بين الإسرائيليين وأيضا الفلسطينيين هذا يمثل أن النضال الفلسطيني ما زال مستمر وأن طبيعي سجون الاحتلال هو مطلب فلسطيني ليس لدى المقاومة فقط هي مطلب لجموع المواطنين كما كان هناك هتافات للفلسطينيين بطبيعي سجون الاحتلال نتحدث أيضا عن ما يجري في الضفاء الغربية بشكل عام منذ السبع من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 1345 فلسطيني تم اعتقالهم بفعل أن هذه العملية عملية طفان الأقصى هي عملية كبيرة ومأساة كبيرة للإسرائيليين لذلك أجهز الإسرائيليين وأيضا قوات الاحتلال على كل من هو فلسطيني سواء من عمال قطاع غزة وليس لهم أرقام محددة وهويات ولكن الفلسطينيين في الضفاء الغربية يتم رز الأعداد سعود لك في هذه النقطة سعود لك في هذه النقطة وخاصة من حيات الشؤون الأسراء والمحررين المحتاجين الذين تم اطلق صحهم